في لفتة إنسانية كريمة أقامت جمعية الرحمة العالمية للإغاثة مهرجان تسوق لإسعاد الأيتام والفقراء في غزة نعم المهرجان شهد إقبالا لمئات الفلسطينيين حيث اختاروا ملابس العيد لأطفالهم وسط فرحة عارمة فرحة العيد لا تكتمل إلا بالملابس الجديدة التي يرتديها الأطفال ففي مهرجان تسوق كبير أقامته الرحمة العالمية للإغاثة والتنمية من أجل إسعاد الأشبال والزهرات من أطفال فلسطين الأيتام والفقراء خلال عيد الأطحى المبارك وبدعم المحسنين من أبناء الكويت توافد المئات إلى هذا المتجر لاختيار ملابس العيد واسط فرحة كبيرة لدى الأطفال نثرت السعادة والبهشة على قلوبهم الصغيرة وأجاية وفرحانة كثير عشان أهل الكويت أعطونا مصارع عشان نشتري أو على العيد وأنا فرحانة كثير كثير مشروع يأتي بألية راقية جدا تحفظ كرامة الأطفال واليتامة في غزة من خلال توفير محلات معينة يذهبوا إليها في غزة محلات راقية ومن ثم يتم اختيار الأزياء التي تناسبهم للعيد لا يتم فرض عليهم أي زي معين لا يتم فرض عليهم آليات معينة بالعكس المحل مفتوح لهم بشكل كامل يختاروا ما يشاءون وفي هذا المكان الجميل تناقل الأطفال من ركن لآخر لاختيار ملابس العيد أرباب هؤلاء الأيتام عبروا عن عمق شكرهم لمواقف الكويت الدائمة ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وحكومة وشعب الكويت برعاية وكفالة أهلاف الأيتام والفقراء في قطع غزة كلهم جميع ربنا يطول أعمارهم ويحفظهم ويعطيهم الصحة وشكرا لهم جميعا لكل أي كافل يعني كافل الأطفال الأيتام فنحو أربعين في الماء من إجمال عدد الأيتام في قطاع غزة يكفلهم المحسنون من دولة الكويت طوال العام بتقديم كافة قطاعات الدعم التعليمي والصحي والنفسي وحتى الترفيهي لهم بابتسامة الأطفال تكتمل فرحة العيد هكذا اعتدنا دوما أياد الخير الكويتية حاضرة وبقوة في كافة المناسبات لتعم الفرحة على كل البيوت الفلسطينية سعاد الإمام تلفزيون دولة الكويت غزة فلسطين